أهلا بكم منذ سنوات حلت خطة التقشف الحكومية في أوروبا بدلا من النفقات التقليدية كإصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض المساعدات وتجميد الإعانات والمعاشات الاجتماعية والحد من نفقات الضمان الصحي مما هدد النماذج الاجتماعية التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية فرنسا مثال حيث يتوقع زوال المساعدات الاجتماعية التي تمنحها بمعزل عن مستوى الموارد لكن إعادة هيكلة الرعاية الاجتماعية قد تكون أشد قصوة بكثير في الدول التي تعاني أكثر من سواها من الأزمة المالية منذ عقود اعتمدت فرنسا التقديمات الاجتماعية وهي قونانة مبدأ التقاعد في سن الخامسة والستين عام 1910 ومن ثم وضعت قانونين عام 1928 و 1930 جعل مبدأ الضمان الاجتماعي إلزاميا لكل الموظفين العصر الذهبي للضمانات الاجتماعية الفرنسية كان عام 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أنشأ الضمان الاجتماعي بعدها بعام فقط وبات شاملا لكل الفرنسيين بوصول الاشتراكيين إلى السلطة عام 1981 تقلست ساعات العمل إلى 39 ساعة أسبوعيا وباتت 35 ساعة في عهد حكومة ليونال جوسبان وأصبحت الاجتماعية مدفوعة الأجر خمسة أسابيع وفي العام نفسه جرت تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما قبل أشهر أقرت حكومة مانويل فالس قانون العمل الجديد المثير للجدل والذي تضمن تحديد صخف التعويضات التي تصرف للعامل تسقيح العمال في حال الأزمات الاقتصادية تحديد ساعات العمل في المقاولات الصغرى ورفعها مع الأجراء على انفراد وتعديل ساعات العمل وزيادتها إلى 46 ساعة لمدة 16 أسبوعا مقابل 12 أسبوعا حاليا اشتركوا في القناة